السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم إخواني كرام في هذا المقطع الجديد كما ترون في عنوان الفيديو وفي الصورة المتغرة سوف أشاركم في هذا المقطع تسريبات خاصة بيوم الاثنين القادم إن شاء الله وسوف أشاركم الطاقة الصحيحة لباكج الإي بيك القادم إن شاء الله رسميا نصح أسطوريا بمعنى الكلمة كالعادة أخي الكريم أتمنى منكم أن يشارك في القناة تفعيل زر الأجرس سنوصل إلى مئة ألف مشترك إن شاء الله أما الآن سوف ندخل مباشرة في تفاصيل مقطعنا بالنسبة للباكج الإي بيك الذي سوف يكون حاضرا معنا هذا الاثنين هو هذا الذي أمامكم على الشاشة إن شاء الله المتكون من اللاعب أدريانو ونيتفيد وغانز إن شاء الله نسخة جديدة لهذا المهاجم بالنسبة للطاقة أدريانو يا أخي الكريم ملاحظة في مركز سيف بلفل 102 وبخاصية فوكس إن دو بوكس يا أخي الكريم كما ترون في القوة في الراكل 92 والفيزيكال أو يعني الالتحام الجسدي 92 وكذلك يا أخي الكريم سوف يكون في الفينيش أسطوري والفي تمركز المهاجم أسطوري إن شاء الله ملاحظة هذه الطاقات قبل البوستر أما بالنسبة للعب التالي هو ندفيد بلفل 102 وفي مركز IMF وبخاصية هول بلاير يا أخي الكريم كما ترون في قوة في الراكل 3 واتون في البالانس 2 واتون أو الخفة 2 واتون في قوة تحمل 96 كذلك كل الطاقات متناسقة بالنسبة لآخر لاعب والمهاجم غانس في مركز CF بلفل يعني مئة داخل التشكيلة وبخاصية جولب بوشر يا أخي الكريم كما ترون في تمركز المهاجم 92 في الفينيش 89 في التصارع 94 وفي السرعة 81 رغم ذلك سوف تكون نسخة أسطورية بمعنى الكلمة بالنسبة لنسخة الحيلايت التي سوف تكون رفقة هذا الباكيج لدينا اللاعب الشعراوي في مركز LWF بلفل 77 ميليك في مركز CF بلفل 88 زباطة في مركز CF بلفل 77 أرزيليني في مركز GWF بلفل 77 ميخين ترايان في مركز IMF بلفل 88 بولي زيج في مركز LWF بلفل 88 داخل التشكيلة وكفارة خيلية في مركز LWF بلفل 100 داخل التشكيلة ويساكسن في مركز GWF بلفل 77 داخل التشكيلة ترجمة نانسي قنقر